للحكم إلغاء اللعبة من البداية قبل أن تستكمل يعني لو عايز تلغي إلغاء من البداية كابتر الشناو برضو خلال تحليله مباراة الأهلي والبنك الأهلي على قناة On Time Sports قال إن هدف الأهلي في شباك البنك الأهلي صحيح 100% وحكم الفار ليس من حقه التدخل في هذه اللعبة طيب هل نكتفي بهذا الأمر؟ لا من جريدة الوفد ديرموت جالجر الحكم الدولي الإنجليزي السابق كشفاه عن مدى صحة هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي وكان حكم المباراة الأهلي والبنك الأهلي قد ألغى هدف لأي من أشرف بداعي الخطأ على مدافع الأهلي الحكم الإنجليزي قال إيه؟ خلال تصريحات تلفزيونية ده السنة اللي فاتت بالمناسبة هدف الأهلي أمام البنك الأهلي صحيح 100% ولا أصدق قرار الحكم بإلغاء هذا الهدف اللي جاي ده بقى مهم جدا لأن ده البنك الأهلي السنة دي وده مين؟ ده ماركت كلاتنبرج اللي لسه ليه هنتكلم في الجزء التاني من هذه الحلقة في هذا الأمر قال إيه؟ هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي هذا الموسم بقى صحيح وليس من حق الفار التدخل في اللعبة ده موقع بطولات اللي هو تواصل مع كابتن ومستر كلاتنبرج الحكم الدولي الشهير وأدار العدد كبير من المباراة المهمة خلال مسيرته أبرزها نهاء دول الأبطال 2016 ونهائي اليورو 2016 وسألناه على هدف محمود وحيد بعدما أرسلنا الفيديو الهدف وقال كلاتنبرج مش إسلام ومش أي حد أهلاوي اللي قال هذا الكلام وفقا لبروتوكول الإفاب بجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني الجهة التي تحدد القوانين أو قوانين لعبة كرة القدم لا يسمح لحكم تقنية الفار بالتدخل في مثل هذه الحالات من استئناف المباراة سواء تحريك الكرة أو رمية التماس الخاطئة وتابع لذلك في هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب الهدف والخطأ كان على حكم المباراة الذي كان يجب عليه أن يرى الكرة وهي تتحرك قبل أن يركلها المدافع أتم أيضا كلاتنبرج تصريحاته وقال لذلك فالهدف صحيح وكان يجب احتسابه لأن تقنية الفار لا يسمح لها بالتدخل في مثل هذه الحالات هل ده جمهور الأهلي؟ لا يا فاند مش جمهور الأهلي ده أحد خبراء التحكيم اللي استعان باتحاد كرة القدم علشان يشتغل رئيس للجنة الحكام لا 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 رئيس للجنة تطوير الحكام لا لا رئيس مش عارف حتى هذه اللحظة أنا مش عارف كلاتنبرج جاي على أساس إيه؟ مناشدة للاتحاد المصري لكرة القدم من فضل حضراتكم نريد أن نعرف هو مارك كلاتنبرج هيجي يشتغل إيه؟ عشان يبدأ شغله يعني لما راجل يبدأ شغله هشتغل إيه؟ أنا بس حبيت أوريح حضراتكم الفترة اللي فاتت أو الجزء اللي فات ده الأخطاء التحكيمية الواضحة ضد النادي الأهلي وإن اللي حصل فيها ومش كلام إسلام ده كلام كل خبراء التحكيم وتعلقهم على صحة أهداف النادي الأهلي التي لم تحتسب له أو صحة راكلات الجزائع التي لم تحتسب للنادي الأهلي أو صحة الطرد الذي لم يحتسب للنادي الأهلي يحتسب ضد لعب المقولين العرب مثلاً أمير عابد فالحقيقة حاجات غريبة جداً الواحد بيشوفها وفي النهاية أنا مش عايز حاجة أنا كل اللي عايزه العدالة التحكيمية لكل أنا زي ما قلت لحضرتك حضرتك كابتن سامير عثمان جبت لحضرتك قال إن النادي الأهلي الهدف صحيح وقال إن النادي الأهلي عليه راكلة الجزائع احسب يا سيدي راكلة الجزائع اللي على النادي الأهلي احسبها والله احسبها بس احسب لي الهدف الحقيقة برضو من ضمن الموضوعات اللي عايز أتكلم فيها مع حضراتكم هي موضوع كلاتنبرج ده نفسه كلاتنبرج وصل امبالح أو اول امبالح طيب كلاتنبرج رئيس لاجنة الحكام هو موضوع من لغبط شويتين يعني لازم تركزه معايا وخليني أبدأ مع حضراتكم من أول الموضوع الحكاية بدأت يوم 30 يونيو اللي فات بمؤتمر صحفي في اتحاد كرة القدم ليه؟ ده اللي كان مسمى تقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج باعتباره ايه؟ مش أنا رئيساً للجنة تطوير التحكيم وبحضور مسئولي اتحاد كرة القدم وعلى رأسهم الأستاذ جمال علام وباقي الأعضاء أعلنوا عن توقيع عقد بدأ بالفعل مع كلاتنبرج كان قبل المؤتمر الصحفي الشهير ده زي ما حضراتكم عارفين كان فيه تصريح مهم جدا للكابتن عصام عبد الفتاح قال ايه؟ ماينفعش ليه ويشتغل تحت ملازم هاتلي الحاجات دي يا سامير لو سمحت برضو يعني ده كلام الكابتن عصام مش كلام إسلام وعندما سئل الكابتن عصام عن رئيس عن مارك كلاتنبرج قال كده اهو أمام حضرتك في المصر اليوم هو ينفع ليه ويشتغل تحت ملازم كلاتنبرج لن يضيف للتحكيم المصري في أي شيء ده ردا على أنباء تعاقد الاتحاد مع كلاتنبرج لتطوير التحكيم وأعلن رفضه القاطع على التواجد في ظل وجود كلاتنبرج مين اللي قال كده؟ كابتن عصام ودارة الأيام على رأي ستنا مكلسوم كلنا في انتظار كلاتنبرج خصوصا مع هذه الأخطاء الكارثية ضد النادي الأهلي فقط أنا مليش ضعب أي نادي تاني حتى لو في نادي تاني عنده أخطاء أنا مليش علاقة أنا بتكلم عن نادي الأهلي حتى لو هناك أخطاء كارثية ضد النادي الأهلي كلنا مستنين كلاتنبرج نشوفه حيعمل إيه فعلا بدأنا نسمع أن كلاتنبرج جاي وحيبدأ مهمته وفجأة بعد بيان النادي الأهلي وطلبوا إجراء إصلاحات في لجنة الحكام وتغيير المسؤولين عنها لقينا تحت كرة القدم بيعلن إيه؟ أن كلاتنبرج هو رئيس لجنة الحكام الجديد وحيوصل يوم 6 أغسطس رئيس لجنة التطوير ولا مش أنا مارك كلاتنبرج عبر حسابه على تويتر أنا متحمس جدا لتولي مهمتي برئاسة لجنة الحكام في أمتحاد المصري لكرة القدم أنا قادم يا أم الدنيا وده موجود على الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أهو ده على الأكاونت بتاع كلاتنبرج لكن التاني كان منشور على الاتحاد المصري لكرة القدم قال وقتها أن كلاتنبرج سيكون رئيس لجنة الحكام ومقيم إقامة كاملة في مصر وفي نفس الوقت هو بيكمل مهمته في اليونان كان مستشار للاتحاد اليوناني وده ده اللي قاله اتحاد الكرة المصري بالمناسبة وده ملف كنت فتحته أوكلت مع حضراتكم فيه من أسبوع لما كشفنا توقيع كلاتنبرج العقد جديد مش مع اتحاد الكرة اليوناني ولكن مع رابطة الأندية اليونانية المحترفة وعرضت الكلام ده على حضراتكم في وقتها كلاتنبرج تاني يوم تاني يوم على طول نزل التويتر اللي احنا استعرضتها لحضراتكم لأنا متحمس لمنصب الجريد رئيساً للجنة الحكام في مصر وأنا جاي يا أم الدنيا طيب قلنا تمام أنا في الآخر يبميني إيه أنا عايز المصلحة برئيس لجنة حكام جديد خبير أجنبي حيطور والدنيا تتظبط بس اللي حصل بعد كده الحقيقة أنا شخصياً مش فهم مش أنا الواحدي كثير من الجمهور الأهلاوي جمهور في مصر الحقيقة بالكامل احتار محتاجين حد يفسر لنا يعني فجأة كده لقيت حد كرة القدم رجع في كلامه وقال لك كلاتنبرج وصل في الساعات الأولى من صباح يوم 7 أغسطس تحت مسمى جديد بقى الخبير التحكيمي يعني مرة رئيس لجنة التطوير رئيس لجنة الحكام تاني مرة تالت مرة الخبير الإنجليزي أهو يصل الخبير التحكيمي الإنجليزي مارك كلاتنبرج مساء اليوم للقاهرة ده الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعدها أعلن اتحاد كرة القدم أنه كان في جلسة كانت المفروض مبارح بين الكابتن عصام عبد الفتاح اللي هو رئيس لجنة الحكام مع كلاتنبرج الخبير التحكيمي ده بناء على آخر حاجة الخبير التحكيمي كلاتنبرج مع رئيس لجنة الحكام كابتن عصام عبد الفتاح ليه؟ عشان ايه؟ عادي مع بعض عشان ايه؟ لبحث سبل تطوير التحكيمي المصري طب نقطة وافهم لوجه الله لوجه الله حد يطلع يا جماعة يقول لنا هو منين بيودي فين ولا مين بيعمل ايه ولا الدنيا ماشي ازاي مين رئيس لجنة الحكام مين هيشتغل مع مين كابتن عصام اللي قال ان انا مش هشتغل لو الدنيا انتبعت على الارض ولا كلاتنبرج اللي جاي كخبير ولا جاي كرئيس لجنة الحكام ولا جاي كرئيس لتطوير لجنة الحكام طب الجلسة تمت حد قاعد مع حد كابتن عصام قاعد مع كلاتنبرج هل في مصدر رسمي في اتحاد كرة القدم يطلع يقول للرأي العام ايه اللي تم ما فيش حاجة بتتقال الحاجة الوحيدة اللي حصلت بعد اللغبطة دي ان اتحاد كرة القدم مصرب مصرب مش حاجات رسمية ما نزلهاش على الصفحة الرسمية ولكن مصرب ان هناك تصريحات على سين كلاتنبرج ملهاش اي معنى ولا فيها اي معلومة غير ان هو هيبدأ مهمته في الموسم الجديد اللي هو امتى مش عارف كم عشرة ست عشرة ولا سبع عشرة ستاشر عشرة يعني ولا قادم يا ام الدنيا ولا رئيس لجنة الحكام ولا متحمس ولا كام مش فاهم ما حدش فاهم حاجة ما حدش فاهم حاجة خالص في هذا الامر حاجة غريبة جدا انا بس حبيت اوري حضراتكم مش انا اللي بقول برضو انا مش انا اللي بقول لكن الكلام ده موجود على زي ما حضروا على اليوم السابق وعلى بطولاته وعلى المصر اليوم والنصفة الرسمية لاتحاد كرة القدم انا كله بجيبه علشان تبقوا حضراتكم معايا في الكلام اهو امام حضرتك شوف برضو النهاردة السيد الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشكورا الحقيقة قال كلمتين في يوم الخلاصة بالنسبة برضو الموضوع كلاتنبرج انا جاي بالكلام ده من عندي لا يا فندن وزير الرياضة وبيقول ايه كلاتنبرج سيكون رئيسا للجنة الحكام وقادرون على استضافة كاس العالم فسياد الوزير قال قال ان كلاتنبرج ده خبير اجنبي وبياخد اكيد مرتب كبير لازم يشتغل ويكون هو المسؤول ويبقى رئيس للجنة الحكام وكمان يبقى مسؤول عن التطوير الله ينور عليك يا فندن سياد الوزير كلام محترم جدا واحد انا جايبه بديله فلوس وبديله كل شهر مبلغ مالي علشان تيجي في الاخر تقول لي الخبير التحكيمي مش فيه يعني طب هو مشكلاتنبرج ده عقده بدأ من الشهر اللي فات ولا انا جماعة والله بجد فيه حاجات كتيرة جدا دخلة في بعض كده وكل يوم بينزلين تصريح زي ما ورد حضرتك كده بالزبط 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 رئيس لجنة الحكام في مرة ثم رئيس لجنة التطوير للحكام في مرة ثم الخبير التحكيمي في مرة تانية الخبير التحكيمي الانجليزي كابتن عصام عبد الفتاح مرة يقول لك اللواء مش هيشتغل مع ملازم تمام يعني الكابتن عصام لواء وكلاتنبرج ملازم فما ينفعش الكابتن عصام يشتغل مع كلاتنبرج بعدها بشوية اتحاد كرة القدم بيقول ان الكابتن عصام كرئيس لجنة الحكام هيقعد مع الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج علشان يتفقوا على تطوير التحكيم انا والله ما فاهم حاجة لكن سيادة الوزير النهاردة خلص الموضوع وجاب الخلاصة المحتوى اي حد في الدنيا عنده يعني بيفكر هيقول لنفس الكلام